انا مش بعرف زوء الكلام او الامور اللي انتو بتبقوا عارفينها دي او مش بعرف اجمل الكلام يعني فانا بدخل في الموضوع على طول ولو حرككم تفتكروا مبارح احنا كنا اتكلمنا بعد الاخبار والتلمحات اللي خرجت من الزميل العزيز سيف زاهر واللي اتكلم فيها على ان فيه يعني جس نبض وان فيه تلات رجال اعمال بيتواصلوا مع لاعب رحل من نادي الاهلي لنادي كبير ومش هو نادي الزمالك هو قال كده يعني مش نادي الزمالك فعرفنا خلاص قصده على انه نادي وعلى انه لعب وكلام من ده واحنا بكل تقدير واحترام وادب واحنا ده اللي متعودين عليه دايما من خلال اكيد متابعة حضراتكم اللي انا عارفين كده قلنا ان الكلام ده مش حقيقي وان الباب ايه ان الباب ايه الباب مقفول مقفول خالص تمام وخلصت القصة على كده ما خدناش دقيقين امبرح في الموضوع ده لكن واضح ان الاحلام بتتزايد واضح ان الامور بتتطور بشكل كبير جد وواضح ان فيه توجه ما ضد الاهلي ولعبيه من اعلام المفروض ان هو اعلام محايد حلو حلو فانا هبتدر حراركوا كده على طول يعني الكابتن سيف زاهر ما احترامي ليه هو المستشار الاعلامي لنادي مين لنادي بيرامدز ركز معي في الكلام اللي ما بقوله حضراتكم الكابتن سيف زاهر تبقى للمعلومات اللي احنا وصلنا لها وهي بالمناسبة برضه عشان ابقى واقعي مش معلومات اكيد مفيش خبر مؤكد بالجزئية دي لكن انا لما لقيت الموضوع رايح ناحية الاهلي قوي ورايح ناحية اللاعب الفلاني والعلاني وان فيه جس نبض من بيرامدز مع الاهلي عشان حمدي فتحه وعشان الكلام من ده فقلت لا بقى احنا لازم نعرف في ايه نتقص كده ونسأل ومش عارفين فلما سألنا عرفنا ان الكابتن سيف زاهر المستشار الاعلامي لنادي بيرامدز في خبر غير معلن حتى الان وارد بقى يتم نفيه يتم تأكيده وده اللي حنشوفه خلال الفترة اللي جاي وانا ما عنديش مشكلة يعني ما فيش مشكلة عايز تبقى مستشار اعلامي لنادي معين اوكي اه دي حاجة تخصك لكن ما تخص يعني ما تخصكش ابدا ابدا انه وانت على الهوى في قناة محايدة في اعلام عام انك تحاول تساعد النادي ده انك ترفع عنه الضغوط وانك تحاول تسند بعض العبيه وتساعدهم في عودة مستواهم من خلال الاخبار الكاذبة مع كامل احترامي اخبار كاذبة وفقعات بتتقال علشان يتم جس النبض وهو مبارح بقى قالك ايه قالك فيه تعاون هيحصل ما بين الاهل هو بيرامدز وفيه جس نبض ما بين بيرامدز مع ادارة النادي الاهل عشان يتعاقده مع حمدي فتحي هو ده التعاون يا ها التعاون انا روح اديم حمدي فتحي ادي الاخبار ايه سيف زاهر بيرامدز مهتم بضم نجم وسط الاهل اللي هو حمدي فتحي اللي بعده سيف زاهر بيرامدز يرغب في ضم نجم الاهل سورية حمدي فتحي تمام بخلاف اللي هو قاله في التلفزيون سيف الزهر بيرامدز يفاود حمد فتحي وغدين بال حضراتكم بيرامدز يخطط التعاقد مع حمد فتحي لعب الآهل قادي الأخبار زي ما حضراتكم شايفينها كده تمام بيرامدز يستطلع رأي الآهل التعاقد مع حمد فتحي ففي كل الأحوال في كل الأحوال اللي أنا عايز أؤكده وعايز أعرف الكابتن سيف الزهر بي مفروض أنه عارفه أنه أصلا ما فيش علاقة عشان يبقى فيه تعاون ما فيش علاقة من بين بيرومدز والأهلي عشان بقى فيه تعاون وبييرومدز لا يجرؤ لا يجرؤ على تقديم أي عرض للتعاقد مع أي لعب داخل النادي الأهلي واضح الكلام واضح الكلام لا جس نبض بقى ولا رسم قلب ولا أي حاجة من الحاجات دي ما فيش كلام ده خالص ولا عمره هيحصل فدي كلها مجرد أخبار كاذبة واخد اتجاه معين ضد النادي الأهلي والموضوع بقى مبالغ فيه وانا يا جماعة امبارح تلعت محراتكم بالراحة كده قلنا ان الموضوع التاني اللي هو قاله اول امبارح ده مش حقيقي وهو واضح ان فيه إصارة عايز يعملها تجاه النادي الأهلي ولعبيه وعايز يستقر في رأي ليه الأهلي يبقى مستقر الأهلي الحمد لله طول عمره مستقر بس ليه الدنيا تبقى ماشية كويس كده ليه الأهلي ما شاء الله عنده قائمة كبيرة من اللعبة ليه ما نعملش مشاكل عايزين أي حاجة نتكلم فيها ده كلام غير حقي حيطلع بقى كابتن سيف زهري يقول لك ايه انا اكبر اهلاوي في مصر وانا الناس كلها عارف ان انا اهلاوي ما احترامي برضو كابتن سيف انت مش اهلاوي انت واحد كانت علاقتك كويسة بالنادي الأهلي عشان كان لك علاقة قوية بمسؤول سابق محترم داخل النادي الأهلي بس كده لكن هنوقع بنقول لكم شو انا اهلاوي انا اهلاوي بأمرت ايه ده ما فيش اي حاجة تثبت كده ما بقول لكش ساند النادي الأهلي وانت في اعلام عام خالص احنا هنا مثلا عندنا لوجو قناة الأهلي موجود او لوجو النادي الأهلي موجود ونظر من شاشة قناة الأهلي فبالتالي طبيعي جدا جدا ان احنا نتكلم في حقوق النادي الأهلي وندفع عنها الحاجات الحقيقية ندفع عنها وده حقنا وده دورنا احنا اعلام في قوي لكن واضح جدا جدا ان الموضوع فيه حاجة معينة فيه هدف ما اللي امور كلها بتدل على كده وبعدها انا عايز افتكر حاجة يا جماعة فكروني كده هو مش كابتين سيف اللي قال فاكرين بعد ما الاهلي خسر من الزماجة قاته واحد في بطولة الدوري الاهلي ماتش مكانش موفق فيه تلعا قالك ايه قالك الاهلي عنده مشاكل كبيرة الاهلي عنده مشكلة في المكتب قبل المرعب طب فين الكم ده دلوقتي مش هيطلع الكم دلوقتي حيتقال الاهلي عنده مشكلة في المكتب عمر ما حيتقال الاهلي عنده مشكلة في المكتب ليه عشان الاهلي واخد السلسية دوري ابطال افريكيا وكاس ودوري مصري وان شاء الله بإذننا في طريقه الحصد المزيد من البطولات فحيبقى الكلام غير منطقي لكن ساعتها كدفرصة يالله خلص على الاهلي يالله اقول الاهلي فرقة فاضية الاهلي مشكلته في المكتب قبل الملعب قاعدين ندور على مشاكل المكتب مش لقينها وقاعدين ندور على مشاكل الملعب شايفين ما شاء الله فرقة بتجيب بطولات ايه فرقة ما شاء الله عليه فبالتالي امر بقى مستغرب جدا وانا ما عنديش مشكلة كابتن سيف لو انت بتشتغل مع بيرامدز كمستشار اعلامي فيش مكتب سواء متطوع او تتقادى اجر ده ما فيش مشكلة فيه لكن بعد اذن حضرتك ابعد عن النادي الاهلي وجمهوره انت مسخر برنامجك لنادي معين واللعيب بعينه عشان ترفع عنه الضغوط ده حقك ما فيش مشكلة لكن ابعد عن النادي الاهلي ابعد عن جمهور النادي الاهلي ما تحاولش انك تخلق ازمات للنادي الاهلي ازمات كلها غير حقيقية وغير وقعية ومش موجودة على ارض الواقع وما فيش يا جماعة بص انا بأكد لحراتكم هون ما فيش اي تفاوض ما بين بيرامدز والاهلي وخصوص اي لعبة الفرقة لحمدي بقى فتحي ولا غيره لحمدي فتحي ولا غيره كل الكلام ده احلام واضح ان الكابتن سيف زاهر ما احترامي ليه واضح جدا جدا انه بيتهيقلوا حاجات بيصحى منهم بيتهيقلوا ان فلان فلان ده ممكن يرجع الاهلي بل الاحلام كمان بيتزيد تمام وقولك ان فيه لعيب بيتم التفاوض معه من بيرامدز والاهلي وفيه تعاون حيحصل فدي كلها احلام زي ما قلت لحضراتكم امور غير وقعية انا مضطر اروح لفاصل سريع بعد الفاصل عندي برضو كامل جزئية كده هتكلم فيها مع حضراتكم وبعد كمان الاخبار تتعلق بالنهاية استنوا